حديث آخر عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببردة فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة قال القوم هي شملة يعني قطعة قماش فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت يا رسول الله أكسك هذه المرأة أرادت أن تعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشملة أو هذه القطعة من القماش هدية منها له صلى الله عليه وآله وسلم يقول الراوي فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فكسنيها فقال نعم الرجل لما رأى ذلك الجمال في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد تلك الشملة كما يظن الصحابة لأجل جمالها فقال نعم فلما قام لامه أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه فماذا كان الرد؟ الرد من ذلك الصحابي الشريف رد في غاية الجمال في غاية الروعة في غاية المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم كلمة مهمة جدا قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم علي أكفن فيها علي أكفن فيها انظروا إلى حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنسوا حسن الصحابي رضي الله تعالى عنه في اختيار ما يناسبه لا لهذه الدنيا وإنما للدار الآخرة العاقل في هذه الدنيا هو من يحسن الزرع فيها لأجل أن يحصد خيرا في الآخرة عندما ينتقل إلى مولاه سبحانه وتعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ثم يقول ولا مسست خزا يعني حريرا خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن أتطرق إلى كل ما في هذا الحديث من جمال جمال اليد جمال عرقه صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يحتاج إلى حلقات نتكلم فيها عن جمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن نتكلم من هذا النص عن جمال خلقه صلى الله عليه وسلم عشر سنين لم يقل لمن يخدمه لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركته تحمله صلى الله عليه وسلم لا نعتقد أنه لم يخطئ سيدنا أنس أخطأ بلا شك ولا ريب ولكن الصدر الواسع هو صدره صلى الله عليه وآله وسلم لأن من شأن الناس أن يخطئون ولكن التحمل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كبيرا وربما أنه لم يخطئ ببركة خدمته صلى الله عليه وسلم لأن بركة خدمة الصالحين سيد الوجود تعطي في الإنسان ضمانة عن التوفيق عند الله سبحانه وتعالى حديث آخر عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا قال وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى معه الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر ثم استقبله الولدان وهو خارج فما يمر صبي بالنبي صلى الله عليه وسلم وطفل إلا ويحن عليه بيده لا يحن عليه بالكلام الكلام مع الفعل يمسح الخد صلى الله عليه وآله وسلم ومسح خده هو ذلك الصحابي الجليل سيدنا جابر يقول والله وجدت ليده بردا ووجدت ليده ريحا كأنها خرجت من جؤنة عطار يعني من محل عطارة عرق مبارك وعرق شريف وريحة مباركة من عند الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسة فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم هذا التقبيل وهذا الحنو من الأبي للولد ومن الأم للبنت أو للولد هذا فيه علامة من علامات حسن الخلق وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان إذا جاء قال يا أبو عمير ما فعل النغير والنغر هو الطير الذي كان يلعب به يقول فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبصاط الذي تحته فيكنس وينضخ ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن طفل صغير يقول سيدنا أنس أخ لي نعم هو أخوه من أمه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن خلقه يكنيه ثم إذا حضرت الصلاة يرتب ذلك المكان وينضخ بالماء صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقوم جميعا للتشرف بالصلاة خلفه صلوات الله وسلامه عليه ويعلمنا ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ويقول لنا في حديث مبارك شريف اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه مسألة كان يوصل جميع بهذا الأمر من حيث يأتيه سائل يسأل يقول لجميع الصحابة الذين هم في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا يعني اشتركوا في الشفاعة لهذا الرجل أو اشتهدوا في تسكية هذا الرجل اشتهدوا في تعلم حسن الخلق لا بد للإنسان من أن يتعلم ذلك من المصدر الأول لنا صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر